السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل البارحة وصلتني رؤية خطيرة مندرة عن الكعب المشرفة من أخت فلسطينية أحسبها من الصالحات ولا أزكي على الله أحدا رؤية تنصح الناس بأخذ الحيطة والحضر خصوصا لمن يريد القيام بعمرة في شهر رمضان أو القيام بأداء فريدة الحج هذه السنة وقبل أن أبدأ في قراءة الرؤية أسأل الله تعالى أن يحفظ بيته من كل مكروه ويحفظ كل حاج أو معتمر وكل من قصد البيت بنية صافية خالصة اللهم آمين رؤية اليوم تخبر على أن الكعبة مستهدفة بالسحر وغير السحر وهناك شر يدبر في ظلام سنرى هذه الأمور في هذه الرؤية العاجلة أقول وبالله السعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من اللسان يفقوا قولي أحباب الكرام أسألوا الله العظيم أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة ونسأله جميعا أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتهاجر بهذا الدين ونسأله تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى قولوا اللهم آمين أحباب الكرام قبل أن أقرأ عليكم هذه الرؤية لنصيحة ونحن مقبلين على شهر رمضان كيف نعبد الله في شهر رمضان حداري من قراءة صورة البقرة أربع مرات في هذا الشهر الكريم وحداري من ثلاثين ألف استغفار بصيغة أستغفر الله في هذا الشهر الكريم الحلقة الماضية وإن هجمت نعم وإن هجمت ستبقى وسأخصص إن شاء الله تعالى مئة حلقة عن الاستغفار وسأتكلم عن عطاء الألوهية وعطاء الربوبيا نعم كشفنا سرا والإخوة الكرام الذين شاهدوا الحلقة تقبلوا الأمر بكل بالدليل من القرآن الكريم متى نقول أستغفر الله ومتى نقول ربي اغفر لي صيغة ربي اغفر لي هي الصيغة التي قررها الأنبياء والرسل إنه عطاء الربوبيا نعم قلت الحلقة تعرضت للهجوم وأضع الرابط في صندوق الوصف للإخوة الذين لم يشاهدوها الحلقة فقط كانت مقدمة لما هو قادم هناك حلقات إن شاء الله وتعالى ستكون في قناة الثانية قناة الصرار غامضة وأعود لما قلته قلت حداري من قراءة صورة البقرة أربع مرات في شهر رمضان وحداري من 30 ألف استغفار بصيغة أستغفر الله في شهر رمضان لماذا؟ شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم نقرأه من صورة الفاتحة حتى صورة الناس وأقصى حد يومي لقراءة القرآن الكريم هو 20 حزب كل يوم امتتالا لوصية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث الحديث هذا رواه الترمدي وأبو داود والدارمي وصحح الألباني يعني لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث بمعنى أن نلتزم بعشرين حزب في كل يوم ثلاث أيام تساوي ستين حزب نعم عشرين حزب حينما نصل إلى عشرين حزب في اليوم معناها عشر ختمات في شهر رمضان كاملة مكمولة لمن لو استطاع وقدرة وهمة بطبيعة الحال إذن نبدو الجهد حتى نصل إلى عشرة ختمات فهذا أقصى ما نصل إليه إن شاء الله وتعالى والذكر المناسب لشهر رمضان الذكر المناسب لليلة القدر وهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا هذا هو الذكر الذي أمر به الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولا ندري بأي يوم تكون فيه ليلة القدر إذا عفى الله على العبد معناه رجع كيوم ولدته أمه ويبقى فقط حقوق الناس والعفو هنا هو المسامحة الله سبحانه وتعالى يسامح اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا إذن أنصح الإخوة بأخذ ورد بالآلاف أخذ مسبحة وتكرار هذا الورد هذا ورد رمضان والإكتار من قراءة القرآن ودعوكم من البدع فشهر رمضان له خصوصية ولهما كان شهر رمضان شهر النور أحبابك نعم وحتى لو عندي أذكار وأوراد أخرى أخذها بشكل طبيعي دون غلو أو أي شيء لكن هذا الدعاء الذي قاله الحبيب المصطفى أبوحمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا هو ورد رمضان إن شاء الله وتعالى وأعود إلى الدرس قول الرائع رأيت في المنام في وقت بين الأدان الأول للفزر والأدان الثاني رأيت الكعبة حقيقة وهي صغيرة وعلى مرمى من يدي وأتمعن فيها جيدا وأرى أن توبها بدأ يتشقق وينهار وكنت أنا لاهية بأمور حياتي وإذ أتت أختي فلانا وقالت لي ساعديني يا أختي هناك أمر عظيم سوف يحدث وكانت كأنها حزينة وتعاتبني لعدم انتباهي أي أنها تريدني أن أأخذها لهذا الأمر وبالفعل عندما تنبهت لهذا الأمر أخذت بيدها وبدأنا نمشي تارة ونركض تارة بين أزقة البيوت والشوارع وكانت الناس تهرع من الخوف وكل من يسألني أقول لهم لم يبقى شيء فيخافون زيادا المهم بالموضوع أن الكعبة بعدما تشققت من توبها قالت لأختي لأن كتلة من نار يجب أن تبقى هكذا لأن هناك بداخلها حجر يجب أن يدوب وأن هناك أمر ما سوف تفعله الأخت فلنة للكعبة وهي بهذا الحال ولا يستطيع حد غيرها ولكن لم تذكره لي وكان أبي واقف رحمه الله وسألها إلى متى فأشارت بقي 11 يوم بالتحديد والناس تتساءل كم وأنا أشير بعصابع يدي على عدد 11 وتابعت المسير حتى أجد المنفذ الذي سوف أدخل أختي فلانا للكعبة حتى تنفذ مهمتها على علم أن لا أحد يستطيع إتمام هذه المهمة إلا فلانا أختي وأنا كنت دليلها وصحيت وصليت الفجر بحمد الله واعتممت الحلم حيث رأيت الضمار وأموات كثيرون وأختي فلانا كانت بجانبي وهي في عز صباها وأناس كثيرون كانوا موجودين هم أموات لكن أحياء بالمنام وعراق وفوضى وهلع بين الناس من خوفهم ونحن جالسون مع أبي وأمي ننتظر أمر ما ثم بحمد الله لعله خير إن شاء الله تعالى كان هذا النص الرؤية قرأت الرؤية كما وصلني بالحرف وسأضع إن شاء الله تعالى الرؤية على الشاشة دون أن أعيد قراءتها مرة تانية وأن تقل إن شاء الله تعالى إلى التأويل أحبابي كرام هذه الرؤية صادقة وهذه الرؤية حق والرؤية الحق هي جزء من 46 جزءا من النبوة وفيها تمانية قراء القرين الأولى ما معنى الكعباء صغيرة القرين الثانية ما معنى توب الكعباء يتشقق وينهار القرين الثالثة ما معنى الناس تهرع من الخوف في الأزقة والشوارع القرين الرابعة ما معنى بداخل الكعباء حجر لازم أن يدوب القرين الخامسة ما معنى بقي 11 يوم بالتحديد القرين السادسة ما معنى الضمار والأموات كثيرون في الكعباء القرين السابعة ما معنى الأخت التي تحاول الدخول إلى المنفذ في الرؤية لتنفيذ المهمة ثم القرين الثامنة هناك خصوصيات أتحفظ عليها هذه الخصوصيات تهم الرائعة نبدأ إن شاء الله تعالى بالقرين الأولى ما معنى الكعبة صغيرة الكعبة ترمز لولي الأمر وترمز للدين وترمز للإسلام وترمز للعز والكرامة والهيبة وكونها صغيرة معناه أن الدين مستهدف في المملكة العربية السعودية معناه أن الإسلام مستهدف معناه أمر خطير قادم معناه انتشار البدع محاربة السنة هذا ما أراه والقرين الثانية ما معنى توب الكعبة يتشقق وينهار توب الكعبة رمز للعز والهيبة وكونه يتشقق معناه حرب على الدين وما أراه في هذه الرؤية إضافة إلى ما قلته وهو أصحار عالقة بتوب الكعبة نعم أصحار عالقة بتوب الكعبة سلبها العز والهيبة وهذه الأصحار التي وضعت بتوب الكعبة بأصار الكعبة لها هدف محدد سنبينه إن شاء الله تعالى في مداخلات قادمة وانتقل إلى القرين الثالثة ما معنى الناس تهرع من الخوف الأزقاء والشوارع نعم لا أريد أن أقول الخوف من السلطان فهذا أمر نراه في المملكة العربية السعودية ولا أريد أن أقول هذا الهرع والخوف بسبب الحرب على الدين فهذا نراه في السعودية لكن سؤال المطروح هل تعاد قصة القرامطة سأتكلم عنها في القرائن القادمة ننتقل إلى القرين الرابعة ما معنى بداخل الكعبة حجر لازم أن يدوب هذا الحجر هو سحر معمول داخل الكعبة بالإضافة إلى السحر الذي كان على توبة الكعبة فهناك سحر معمول داخل الكعبة ولا بد أن يدوب وينتهي ويزول أقول سحر معمول داخل الكعبة لا بد أن يدوب وينتهي ويزول سحر الدجال والماسون وعبدت الشيطان لم يتركوا أي مكان فأخفوه في الكعبة وهذا السحر له هدف وانتقل إلى القرين الخامسة ما معنى قول المرأة المتواجدة في الرؤية بقي 11 يوم بالتحديد لكي أعطي تأويل هذه القرينة لا بد أن أتكلم عن الأركان المكونة للكعبة المشرفة وهي 13 ركن 1 الحجر الأسود 2 باب الكعبة 3 المزراب 4 شادرون 5 حجر إسماعيل 6 الملتزم 7 مقام إبراهيم 8 الركن الشرقي 9 الركن اليماني 10 الركن الشامي 11 الركن العراقي 12 كسوة الكعبة 13 ركن الحجر الأسود إذن بقي 11 من هذه الأركان السهدفة كسوة الكعبة بالسحر والسهدفة الحجر الأسود كم بقي أحبابي كرام بقي 11 وهذا بقي 11 الركن من الأركان المكونة للكعبة المشرفة وهذا هو المعنى الحجر الأسود هو من حجر الجنة نزل أبيض فتحول إلى اللون الأسود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وهذا الأمر سنة لكن حينما تدخل رأسك أخي الكريم لتقبل الحجر الأسود فأنت تقبل الشمع الذي يتبت هذا الحجر الأسود نعم أحتاج أن أتكلم هنا قليلا لأوصل المعنى للإخواء الكرام قلت الشمع يتبت 8 قطع صغيرة للحجر الأسود فحينما يدخل الإنسان رأسه لتقبيل الحجر الأسود فلا يقبل إلا الشمع ولا بد أن نذكر قصة وقعت في سنة 317 جرية حينما جاء القرامطة من البحرين ودخلوا إلى مكة المكرمة فعملوا مجزرة رهيبة كبيرة جدا ونزعوا الحجر الأسود وحينما نزعوه انقسم إلى قطع صغيرة وقاتلوا أكثر من 30 ألف حاج ورموا بعضهم في بئر زمزم وباقي الجتات كانت منتشرة في الحرم المكي المهم أن الكعباء المشرفة كانت بدون الحجر الأسود لمدة 23 سنة المهم أن الكعباء المشرفة كانت بدون الحجر الأسود لمدة 23 سنة وبعد ذلك اجتمع المسلمون لتفاوضوا مع القرامطة لإرجاع الحجر الأسود مقابل في دياء من المال وحينما تم إرجاع هذا الحجر الأسود فشكله تغير نظرا لتعرضه للإنقسام إذن من يقبل الحجر الأسود إنما يقبل الشمع الذي يتبت هذه الأحجار الصغيرة الحجر الأسود أحبابي كرام تعرض للمؤامرة من القرامضة وهناك من قال حتى من العتمانيين ومن جهات أخرى على أي حال وأنا أعبر هذه الرؤية أقول كسوة الكعباء تعرضت للمؤامرة والحجر الأسود تعرض للمؤامرة بقي 11 يوم معنى بقي 11 ركن مكون للكعباء المشرفة وبداخل الكعباء هناك أسحار وعن نقول هناك حدث قادم على بعد 11 يوم من رؤية الرؤية لا نجزم أحبابي كرام لكن أحسن تأويل لهذه القرينة أن الباقي هو 11 ركن مكون للكعباء المشرفة ونتقل إلى القرينة السادسة ما معنى الضمار والأموات كثيرون هذا المشهد موجود في قصة القرامطة هل تعاد مجددا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكعباء المشرفة ونتقل إلى القرينة السابعة الأخت التي تحاول الدخول إلى المنفذ في الرؤية لتنفيذ المهمة هذه القرينة دليل الخير دليل الخير في الرؤية والله سبحانه وتعالى هو الذي سيزيل هذا الأمر سيزيل هذا السحر المرأة المذكورة في هذه الرؤية دليل خير من الله سبحانه وتعالى وأما القرينة الثامنة قلت هناك خصوصيات أتحفظ عليها تهم الرأي فقط كان هذا هو تأويل هذه الرؤية وصلت إلى نهاية الحلقة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر